موسيقى الزمالك أمس مباراة ما كانتش جيدة قدام فريق سجراتها الناس ده علينا الناس مش مبسوطة مباراة أخرى الزمالك اتعثر فيها حتى لو بيتعادوا بعد مباراة بيترو عدتكم كان في النص يخصارها من سموحها إيه اللي بيحصل في الزمالك؟ إيه اللي اغبطة في الأمور الفنية بص يا كريم هو الموضوع مش من الثلاث مشاطر اللي فاتوا يعني أنت من عندك منكسر رابطة ممكن يبقى فيه ألارم كده إن فيه حاجة غلط موجودة في الفرقة إدارياً لو هنقول إدارياً بس عشان الانتخابات إنت بقى لك سنتين فيه اللي جان مؤقتة وبتاع فأنت كلعيبة عودت وخلاص الموضوع هيمشي شوية لغاية ما تستقر بقى فيه مجلس إدارة بالضبط فيه حاجة جوة يعني فيه حاجة أنا يعني وجهة نظر إن فيه ستين سبعين في المية هما برى الملعة مش جوى الملعة إنت بتكلم على يعني بالنسبة لنا يعني النزال الزي مالك أو الفرقة سقوات قوي جداً صح ومن يعني من أقوى السقوات الموجود في مصر والدوري بمشاكل كتير جداً فإنت فنياً قادر إن إنت تتعدل المشاكل دي كلها لكن فيه حاجة غلط من أول من أول بانت في البطولة بتاع تكسر رابطة إن فيه يعني إن فيه إن فيه فنياً وفيه حاجة مش مظبوطة جوى الفرقة كذا مشكلة يعني يعني هنقول لعيبة فيه مثلاً يعني أنا غدا دوقتي مش عارف اللغز طارق حمد إيه مش موجود ليه إيه الموضوع معاً ما أعلن إنه مصاب يعني طارق مش من الناس اللي هي تحب تقعد كتير برا الملعب وفيه متشاط مهمة كتير يعني اتلعبت وهو مش موجود فيها فأكيد الحاجات دي بتبقى إدارياً بتبقى فيها مشكلة حاسم طارق طارق حمد هو أكتر لعب مؤثر فنياً في الزمالك يعني المشاكل اللي في الزمالك على مستوى اللعب وعلى مستوى الشكل الخططي غياب طارق حمد فيه هو اللي عمل الأزمة دي كلها آه طبعاً طارق من اللعيبة اللي تفرق انت بتكلم في عمودة فاكر بتاع فرقة ده واحد من أهم من الناس اللي موجودة في الفرقة في الفرقة يعني وطارق في البيك بتاعه يعني يعني يفرق طبعاً كمان يعني اللعيب اللي مكان طارق مش هيبقى دلوقتي يعني داخل في الموضوع زي طارق ففنياً فيه مشكلة جوا الفرقة ماتش بتروت لكم انت بتتكلم هنا جوا جوا ملعبك نفس الو الأزمة بتاعت السنة اللي فاتت ان انت بتحط نفسك بعد كده في حزبة بيرما ان انت لازم تكسب بقى بره وتكسب جوا وتكسب نتائج الفرقة التانية فانت المشاكل الكتير دي كلها حطيتك في ان انت بتقول طب هو اللعيب فنياً واللعيب إدارياً فطبعاً انا بالنسبة لنا وجهة نظر ان فيه مشكلة كبيرة جداً جوا قط اللبس مشكلة كبيرة اه طبعاً لا ده مش انت فرقة فرقة زي مالك معلش يعني الدوري مثلاً ما عمرش سموحة فيه لعيبة يعني فيه لعيبة مش هي مش عايزة يعني مش هي او مش يعني مكسلة ومش هي يعني مش بطل واخد دوري يبقى هو ده اللي يعني هو ده الشغل الفني اللي موجود في المرحة بس فيه مبارات سموحة مش عايزة حمله بس في نفس الوقت هي اشارة ليه يعني كارترون بس فيش رطة فعل انا قصد ما فيش رطة فعل اه بس كارترون دفع بعدد كبير من اللعبين اللي مش قاسيين يعني مش اقول انهم اللعبين مش مميزين هم كل اللعبين من نازل زمالك اللي موجودين بشكل اساسي او احتياطي هم مميزين بس تسع لعبين متغيرين في القوام الاساسي للفريق ومبيلعموا مع بعض الاول مرة معوضة خطأ فني اه طبعا طبعا في مشكلة فنيها كبيرة طبعا بان الروادح للراجل اللي مركز يعني مش مركز زي السنة اللي فاتت ممكن فيه حاجات كتير شغلاء كاداريا اه معرفش انا بسمع اللي هو ما فيش هو حاس ان فيه يعني حد بقى يعني من الاخر يعني حد مسلا متربص له مجلس درامة متربصه له مش واخد دعم كفاية اى آآ بس ده اللوكتو بايه يا كابتن احمد بصراحة شديدة اه بان ان انا غير تسع لعبين في الملعب في المباراة واحدة يعني لهي انا انا صاحب الكرار انا انا فى الملعب انا اللي عدت هاشرف بيشاني وانا اللي عدت زيزي وانا اللي عدت محمد ابو جبل انا اللي قدت الكرار ده اه اه اللوكتو ما هو مشك يعني انا برضو كارتنو هو اللي بيعمل حاجت غريبة بصراحة مش كان انتق cav law هو طبعاً هو طبعاً يتحمل المسؤولية طبعاً يعني كاملةً في في القصة دي بتاعت ده مش كمان يعني لو عايزة ده مش يعني يعني بتغالي اتنين او تلاتة بالكتير طبعاً خطأ فني كبير طبعاً منه يعني انا بقوله هو من الاسباب طبعاً الكارتلون برا نفس هو نفسه برا الفورما بتاعت الفنياً ان هو يعمل حاجة زي كده في سكواتنين الزمالك لازم هترجعك ورا شوية يعني لكن انا بتكلم ان فيه ان انت تتغلب مطش وتتعدل التاني تتعدل التالك وفي كاس الرابطة عندك مشاكل وبين اللي انت داخل على على مش على عدم استقرار فني واداري وبانت على طول في المطشاط الرسمية وبطولة بطولة افريقيا انت داخل في ازمة كبيرة آآ الدوري الموضوع يبتدي يتساحب منك فانت طبعاً اتمنى ان الكلام ده كله يتلم بسرعة جداً والنالزمالك يمشي على يرجع تاني يعني في المنافسة تاني في كله بقى يعني خلاص يعني انت انت كفنياً يعني لو انت استنفذت كل الاخطاء اللي انت ممكن تعملها فطبعاً المشكلة طبعاً انا اقول لك طبعاً فنية مع كرتلون طبعاً كرتلون مبارح فاجئنا ان هو بيلعب بتلاتة تلاتة في خط الدفاع لا كان مفاجأة بالنسبة لك ولا كنت شايفه انه طريقة لعب صحيحة وسليمة عمره بلعب بيها عمره بلعب بيها مفاجأة طبعاً لا مفاجأة انا يعني بيلعب معرفش يعني بيلعب هو بتاكتك نفسه هو يعني معرفش اقولك بيجرب بس مش دلوقتي عيوباً مش وقت الكلام ده انت خاصاً انت مش مستقر فنية يعني في مشاكل فيه اداء متزبذب فانت متزبذب ما تغيرش عشان ما يحصلش مشكلة بقى انا بقولك او مش انا انا متهالب كانت او مش مينكز مش مينكز زي السنة اللي فاتت يعني ليه انا مش عارف يعني لغز فطبعاً الكلام ده طبعاً اناكس على اللعيب غير ان انت كمان النادي الزمالك اللعيبة كتير دخلة في قصص وتجديد وكصص وبين شرق وابو جبل وطارق فكل ده في قط اللبس مشكلة يبقى المدير الفني كمان مش مينكز وبيعمل في ماتش تغييرات بالتسع لعيبة وفي نفس الوقت بيلعب تلاتة يعني يعمل لك اخطاء تانية فالموضوع كله بصراحة مش مش حلو ايه رايك في مشتوى حمزة المسلوسي في حتتك بقى بص انا يعني انا مش من الناس اللي انا بحب انتقل لعيبة يعني بس انا من اول خالص من اول ما حمزة جيه انا مش شايف ان هو لعيب كوالتي عالي قوية هتقول لي اصل هو بيروح منتخب تونس هقولك مفيش مشكلة يعني يروح منتخب تونس ماشي يعني محترار المتخب تونس هو يعني ما بيبقاش هو المتخب تونس لعب حمزة ملعبش مسلا بقى فيه فرق كبير لأ يعني فانا مش شايف هو عمل السنة اللي فاتت نهاية موسم حلوة الدور التاني عمل كويس جدا بس فوسط مالسقاط كان قوي يعني فيه لعيبة اللازم اللعيبة كلها تبقى جامدة عشان هو يبقى يعلى بالليفل عنده يعني ما يشيلكش واللعيبة وحشة الاغرب بالنسبالي ان انا حزم يعني اللعب معي اكتر من 6 سنين انا يعني انا شايف كلعيب كلعيب محترف انا ممكن استفاد باللعيب تاني اقوى واحسن وحزم وحد او تجيب حد تاني مع حزم يبقى موجود في ناحية يعني شايف ان حزم امام اقوى وافضل من حمزة المسلوسي انا بالنسبالي انا بكتير بكتير لا حزم عنده قوة هجومية غير طبيعية وعنده لو حزم كان صغير لأدواتي عنده خبرة وتتكلم على باكرايت متطور حزم اصاباته كتيرة مفيش مشكلة ممكن المدير الفني ميبقاش عنده ثقة كبيرة جدا لحزم ممكن ياخد المشات كلها وما يتعورش وما تفقدوش لكن مفيش منع ان انت عندك جوه الملعب ممكن تعمل يعني فيه لعيبة كتير اوه تلعب يعني شعور لعب في المنطقة باكرايت زيزو بيكن يلعب باكرايت يعني انت عندك في السكوات لعيبة كتير جدا ممكن تلعب باكرايت لكن الحمزة هو اللي يلعب وما يعودش وكمان اللي حزم تلعب ما ياخدش فرص صعبة شوية يعني يعني مش انا شايف حزم اقوى منه يعني انتقادات كتيرة تحملها محمود علاء في المبارات امس رايك فيها ايه والله محمود لعيب جامد جدا ولعيب خبرة ولعيب كويس بس هو محمود بقى له فترة بقى له فترة هو مش محمود علاء بتاع السنين اللي فاتت يعني يعني هو ممكن موضوع المنتخب كان ممكن يديله ثقة شوية لكن واضح ان هو لسه ياخد وقت يعني عبارة ما يرجع تاني محمود علاء وانا شايف الانتقادات كلها في محلها يعني اللي محمود مش في مستوى بصراحة بس ات اتقول انتقادات كلها في محلها وهرجعك شوية بسنين ورا انت تحديدا كنت من اللعبين اللي ممكن تتحمل انتقادات باقي الفرقة يعني انت تشيل له واحد لو الفرقة كلها وحشة احمد غانيم الناس هتنتقدوا الفرقة كويسة احمد غانيم محدش تتكلم عنه اه لا احنا هجيل بتاعنا اكتر جيل فاكر انت الكلام ده عشان كده ساعات بقول يعني هو محمود علاء اللي كان وحش له واحد براح يعني لو حد كان مستوى قليل كان هو الواحد وما الفرقة كلها مكايتش في افضل مستوى اه طبعا محمود علاء ليه بيشيل لوحده انا بس انا طول وقت بس انا طول وقت ليه محمود علاء اللي يشيل لوحده الكصة دي بجد والله الكصة دي موجودة في ناس زيانك من زمان انا لما طلعت لما طلعت فرس تيم كان فيه لعيبة كبار جدا 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 يعني اسماء زي ما انت عايز حزم امام محفظ القارب طبعا طريق السعيد طريق السيد وليد وعبد الحليم وعبد الواحد اللعيبة دي كانت بتبطل واحد ورا التاني كان كل شوية واحد بياخد فترة هو اللي بيشيل الليلة يعني بالاخر يعني لحد ما فضل معنا ابو العيلة وعبد الحليم علي هم هم اللي كانوا والله كان يعني كان يعني يعني كانت الكرة مثلا تبقى مع واحد تاني خالص الناس تشتم ابو العيلة ده حقيق والله يبجاد لغاية ما جاءت جيل دور علينا ايوه وفي ظل كمان انت ما بتاخدش بطولات وان الفترة دي كان النادي الاهلي هو اللي مسيطر على الصفقات بالاحتياطي الطحة باللي برها للذكر طبعا انت عارف الفترة دي كلها اللي وجيلي الزاية بتاع النادي الاهلي وناس زماج طبعا تخبط غير طبيعي فجاءت الفترة يعني انت لو تفتكنش كبالة نفسه اللي هو من اعظم وقعب في مصر كان كل شوية يطلع عارة يروح الامارات يروح مش عارف ما كانش كان الضغط كبير فكانت اللعيبة الزغرة هي اللي بتشيل صحيح فاللعيبة الزغرة دي مين اللي هي اصلا مفروض هي دولة تتحسبت لعيبة كبيرة وهي لسه بتبدأ لو كتانا وشكبالة لو ما فقول الناس تدعمهم يعني الزبط فهي انا بقولك الكصة دي موجودة في الناس زماج من زمان يعني على فكرة لو انت يعني وباما على فكرة بيتعرض الكصة دي بقاله كتير جدا صح كتير جدا ووباما من اللعيبة اللي هي اي مدرب بيلعبه مم هو هيفضل كده لحد ما يبطل هيفضل كده هو وباما في الملعب مفيد جدا صحيح فاللي بتعرض له محمود عليها ده ده طبيعي جدا في نان زماج مم يعني طبيعي جدا بيحصل مع كل الناس مم بس طبعا انت صح ان اللعيبة كلها دي يقف ايوه ومش دي يقف بس مبارح بقاله فترة كبيرة جدا صحيح طيب اللي كان برده علامة استفهام فكرة التبديلة اللي بين محمد ابو جبل وعواد دايما كرتلون التحدينا في الفاتف الحقيقي بعد ما رجع هو كان قعد فترة يعملها ابل منتخم مصر بيMr 돼요 ابو جبل يخرج يخش عواد بالزبت رجع ابو جبل بنكس icon وأفريقيا اللعب ابو جبل ببعا كده داخل عواد التغييرات السريعة كمان في حراسة مرما الزمالك دي مفيدة ولا مد recent فأنا ما فهمتش أبو جبل كان قاعد الماضيش اللي فات ليه؟ القابل اللي فات. اللي هو شموح. اه. يعني أنا سألت حتى أردوه ما فوش حاجة يعني قاعد عادي. فأنا ما فهمتش الموضوع ده لي عشان تجديد أو عشان حاجة. لكن لو هو يعمل روتيشن في الليجوان. وأبو جبل في كمة موس. اللي انت أبو جبل دلوقتي الناس بتقولك الرجل اللي كيروش عنده مشكلة كبيرة هو هيلعب أبو جبل والش الناوي. صح. فده في المنتخ. فأنت في النادي ده لوجيك إن أبو جبل هو اللي بعد يعني طالع بطل قومي لازم هو اللي يبدأ. ما أنا هقولك رأيي عواد. يعني أنا هقولك المعلومات يا. إن عواد بيقولك أنا كنت قاعد مستني مع الزمالك. ما باخدش فرصة. ولما خدت فرصة مشيت بشكل كويس. وجيهم قالوا لي قبل كاس الوامر الفكية عايزين نلاعب أبو جبل مطش عشان يروح كاس الوامر الفكية عشان يروح في قايمة الاربعين لاعب. فأنا يعني كنت متدايق من ده. أنا كعواد متدايق من ده بس اضطريت أوافق عشان أبو جبل يلعب في قاس الوامر الفكية بس خدت وعد من كالترون إن أنا هكمل في الدورة بعد كده. أنا كمحمد عواد عملت إيه غلط؟ ما عملش حاجة بس هي مفيش حاجة يسمعها يا كريم وعد في الكرة يعني. مفيش حاجة يسمعها في الجنة. ده أنا مقولك الرأي التاني. أنا ميالي رأي إنه أبو جبل المتقلق فهي لعب. هو عواد كلعيب ليه حق إنه يحارب على فرصيته ويتكلم على فرصيته وكل الكلام ده. لكن في مركز الحراس المرمى بالذات ما بيش حاجة يسمعها رقم واحد اتنين. اتنين لعيبة في رقم واحد. أي يوم رابع ليك صح؟ يعني إنت عايز تستقرار في الفرقة. دي على فكرة مشكلة كبيرة عصا أنا عايشت القصة دي مع عصام الحضري وعبد الواحد. نفس القصة بالزبط. لتنكرم الدقين؟ لا كانت كارسة. يعني كانت كارسة وكانت يعني كان في مدربين بيحبوا يقولوا التشكيل قبلها بيوم. تقعد بقى أنت لغاية آخر ثانية ما تقولش التشكيل عشان القصص يعني بتطلع نفسك بتطلع نفسك بره لمطش. عشان خاطر حاجات مش موجودة في الكورة غير عندنا احنا بس. فالموضوع ده هيعمل أزمة ويعمل مشكلة كبيرة زي السنة اللي فاتت ما ينفعش بعدي تلات تجوان. التلات تجوان عايزين روح متخب مصر. وعايزين العب. كل ده بيعمل مشكلة جوالفر. صحيح. كان عندك تلات تجوان والرابع كمان جاي. كان عندك جنش وعواد وابو جبل ومحمد صبح قبل ما يخرج هو كمان. حسنا كريم نتكلم بصراحة. انت دلوقتي ابو جبل عامل مشكلة يعني مشكلته في التجديد ايه. ان هو في توب ليفل يعني يعني بسامل بطولة كاس اهم دي هو ربنا يعني عايز ابو جبل يبقى كده. صحيح. ابو جبل الفترة الفات دي عشان ابو جبل يعني عقده كان من قل اللعيب. واتحمل كتير وكصص كتير جدا. بس اول لما جات له فرصة. اكيد في الفترة دي هو هيحارب على الكصة دي ان ده ابو جبل ابتكلم في 34 سنة. يعني مش صغير. فهيستغل الفرصة ان هو لازم هيجدد برقم. لان لو انت بتكلم ان هو بقى الغلاطات اللي انت تحط التجوان بالاسامي دي. ان هو طبعا رقم واحد شايف ان مثلا عواد بياخد رقم رهيب. وهو بياخد شربة الرقم ده. فمشاكل انت في غينة عنها. يعني انا كان بالنسبة لي ابو جبل موجود. مثلا مع واحد محمد صبحي وناشئ. مثلا من 2001 ولا من 2003 زي اي نادف. عندك حرس اول وحرس ثاني وحرس ثاني مفهوم. وحرس ثالث زي اي نادف. زي الاهلي مثلا. بالضبط زي الاهلي. انت عندك شنة وعليلوت في مصطفى شبيل. ده الطبيعي في اي فرقة في العالم. لكن انت حط التلت اجوان. عايزين يروحوا متخب. مشاكل جندا جدا. فانالوجيك مفيش حاس مهروتيشن في الجون. اه. يعني انت شايف انه مع نهاية الموسم لازم واحد من اتنين يخرجوا؟ لازم واحد ولازم صبح يرجع. ولازم صبح يرجع. لازم صبح يرجع بعدين طبعا. ان الصبح ده يعني ده المستقبل هو ده المستقبل بجد. محمد صبح رائع. اه جون كبير وامكانيات جون كبير جدا يعني. مميز. اه بالضبط. وده يبقى عادل ابو جبل هيبقى انت بتكلم ابو جبل دقاف في سنه. مم. وابو جبل دلوقتي بتصنف ان هو انت كنت قابل البطولة. مم. الشناوي بتقول له هو الشناوي في موضوع تاني في مشوار تاني وفي حتة تانية. دلوقتي ابو جبل خلاص هو في مشوار واحد مع الشناوي يداء يلعب يداء يلعب. مش هتزعل. صح. انت كمشجع مش تزعل او كنقاد او كاعلامي او ايا كان هيبقى فبسوط ان ابو جبل يلعب او الشناوي. مم. لكن الفروقات دي بصراحة في الكرة الناس الزماج بيعمل ازامات لنفسه ملاش لسم. رأي كيف قال اشرف بن شارق الفاتر اخير مع الزم. لا في فرق شاسع طبعا من السنة اللي فاتت والسنة دي وبان على اشرف بن شارق في البطولة بتاعة كاس العرف ومتخب المغرب. مم. مفيش اي حي خالص. مم. لدرجة الراجل يعني معلش كيرو اغدو في كاس اغام. مم. مش محدود في السقوات يعني. مم. يعني. يا من اكتر اللعيبة اللي حصلت على انتقادات من الجماعية المغربية وقت البطولة العربية كان اشرف. مم. عملش حاجة خالص يعني بصراحة يعني. فبتتكلم على السنة دي. من شارق كان يعني لو فائي كسبك. طبعا. في اي موتش السنة اللي فاتت. بس هل ده معناه ان اشرف بن شارق في اي حالة من الاحوال يبقى موجود على الدكة؟ لا. اه. انا. يعني اتمرنت مع مدربين اجارب كتير جدا في ناس زمالك. هو. الطبيعي ان هو. مدام اللعيب ده لسه عقده شغال. المدرب بيفضل يعني يستفيد منه. لغاية اخر يوم في عقده. مم. انت عندك بيحصل العكس. دلوقتي في ناس زمالك بيحصل العكس. ما عرفش ليه. اول ما اللعيب يخش في فترة تجديد. طبعا فيها مشاكل مية في المية. انت بتلاقي حاجات كتير. اه. اصدام مش مركز اصدام مش. طبعه لازم مش اركز. طبعه انت. ادي له كافرينج ان انت موجود معايا. وموجود في الاسقوات انت راجل من رجالتي. وهو هيماوت نفسه لغاية اخر يوم. وهو راجل محترف. خلاص هو مش عايز هيمشي. عايز هيبدل موجود معايا. صحية. لكن انت هتوقت انت مستقل وحش. انت مش عايز تمدي. طب انت مش عارف كزا. طب ده راجل من راجل. راجع من كاس العرب. ما عملش بطولة كويسة وارد فكورة. وبعد كده منتخد مجرد ما شاركش. طبيعه ياخد فترة شوعة مما يخش. وفي نفس الوقت عام تجديد. وليه فلوس قديمة وليه كصص كتير. فالموضوع ما عارف انت لأ. وانا كمان عادو احتياطي. وهو راجل من اهم الناس الفرقة. فموضوع مش صح. شايفي زمالك مستورق ايه الموسم ده. سواء في الدورة او في دورة الافترة. انا شافي زمالك لازم يعني بالبلد يلم نفسه بسرعة. لان ممكن زمالك ما يخدش حاجة استنادي لو فضل كده. خالص. طبعا واول حاجة للملفات التجديدي لازم تقفل كلها. كلها. دورة زمالك قالت ان هي مش تتكلم في مصير كارترون الا بعد مباراة الوداد. حيسس ان كارترون مكمل ولا? وهي ده نفسه تطريحة بالنسبة للمدرر بمشكلة. لا يعني عشانها بعمين يا. هو الناس كلها ما تضغط جميل الزمالك. يا جماعة كارترون مش مركز كارترونية مش كارترونية مش كارترون شافة ايه. فالناس قالوا ان احنا نركز بس الاول في مباراة الوداد. في ديء في ديء في الوقت يعني. مظبوط بص يا كريم انت قلت لي في الاول ايه. انت واحد دوري. اه. اه. ما كارترون. اجان امشي بعد اربع خمس مرشات. هو مش هي معلش نفس القرصة المسلماني. يعني مثلا المسلماني بيتكلم في تجديد. انا اخدت كل حاجة ازاي مش اجدد. او ازاي مجددت. يعني فهم هي نفس الحزبة. فانت دلوقتي تقول انا حاسبه بعد مرش الوداد يعني همشي. يعني لو اتغلب او اتعادل همشي. هي بمعنى اصحة كده. هم. فكلام كله كله ضغط. كله مشاكل. هم. وانت مش محتاج الاستقرار. استقرار في اي حاجة بقى. يا اداريا يا فنيا. المحفوظ الاتنين. هم. بس انت دلوقتي اداريا. خلاص. الراجل دلوقتي عارف لو في اي حاجة هيمشي. هم. هم. فعشان كده بقولك. يا ريت ماتش الوداد ده. ان شاء الله بإذن الله. بصراحة. بصراحة كابتان احمد. على قياسك بكثة اشرف بن شرق. مم. ما انا معايا كارترون. وانت عقدك ساري. وشغال. بغض النظر عن اي امور جانبية. عقدك ساري وشغال. ما يشتغل كويس. ان هو كارترون برضو. هو اللي غريب. هو اللي بقى له فترة. ما عنده مشكلة. مش هو. صح. لسه ما حدش مسك يعني. لما حد يمسك ممكن. ساعتني اتكلم انه اصلا مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان. لكن دلوقتي انت في الملعب ورجلك في الملعب ومعاك تشكيلتك ومعاك اللي حصلات بتاعك. ورغم كده في مشكلة في قراراتك انت. معاسك وقت جامل جد. وقراراته يعني. هو اكيد. محدش قال له مسلا في مبارات سجرها ده. العب ثلاثة وراء. صح. واللي هي كانت غريبة يعني. وما جابتش نتيجة. فهي بس هي دي النقطة اللي في قصة كارترون اللي انا مستغربها منه. .. غريبة يعني. غريبة جدا ومش مفهومة فهي توقتات غريبة 않은 هو بيعمل الكلام ده في توقتات غريبة. يعني لو يعني زي ما انت كنت بتقول في الاول يعني انت الماطش الاولاني وقع منك الماطش التنالي نفس القصة الماطش التالي بقى بتقلف خالص. الراجل اللي عندي مشكلة كبيرة جدا هو هو لغز بقاله فترة كبيرة جدا. لغز؟ اه طبعا اللغز بقاله فترة كبيرة جدا انو مش اقولك ان هو بيعمل كدة هذه عن عايز يمشي. لكن هو كله مش مركز هو مش مركز طبعا زي وزي يعني لو هنقول لعبه مش مركزه طبعا هو مش مركز برضو فني كابتن أحمد غانم سلطان حقيقي شرفتني ونورتني حقيقي ساعدت جدا بتواجدك النهاردة شرفت جدا أنا كابتن أحمد الله يبرك في حضرتك شكرا جزيلا ده كان لقنا مع النجم الكبير كابتن أحمد غانم سلطان لعب نادي الزمالك الأسبق لسا مكملين حلقتنا مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل إن شاء الله اشتركوا في القناة